الصراع الروسي الأوكراني يدخل مرحلة حرجة مع تبادل كل الجانبين الهجمات واسعة النطاق فمن جهة شنت أوكرانيا أكبر هجوم لها بالطائرات المسيرة على روسيا منذ بداية الحرب مستهدفة البنية التحتية الحيوية مثل مصافي النفط ومحطات الطاقة ووفقا لمسؤولين روس تمكنت الدفاعات الجوية من تدمير معظم الطائرات المسيرة إلا أن الحطام المتساقط تسبب بحراء قوى أضرار مادية في المقابل ردت روسيا بقصف عنيف على مدينة خاركيف الأوكرانية مما أسفر عن إصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال كما تواصل القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في مناطق أخرى تؤشر هذه التطورات على دخول الصراع مرحلة جديدة من التسعيد حيث بات واضحا أن كلا الجانبين مستعدان لاستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالح وتثير هذه الحملة المتبادلة للهجمات مخاوف من توسع نطاق الصراع وانتقاله إلى مرحلة أكثر دموية وتدميرا من جهة أخرى تواصل أوكرانيا الضغط على حلفائها الغربيين لتزويدها بأسلحة أكثر تطورا بما في ذلك تلك القادرة على ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية إلا أن هذه المطالب تثير قلقا لدى بعض الدول الغربية التي تخشى أن يؤدي تصعيد الصراع إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو لا تزال آفاق تسجية الصراع عن روسيا الأوكراني غامضة في ظل الاستمرار المتبادل للهجمات والتصريحات الحادة من كل الجانبين وتشير تطورات الأخيرة إلى أن الحرب قد تستمر لفترة طويلة مع اعتمال بقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة